النهاردة العالم بيحتفل باليوم العالمي لمكافحة سرطان الرئة سرطان الرئة واحد من الأمراض الخطيرة اللي بتهدد صحة الإنسان على مستوى العالم ولها الكثير من العوامل المؤدية لها ولها أيضا الوقاية اللي ممكن أن نحن نستخدمها هو واحد من الأسباب الرئيسية للأسف للوفيات المرتبطة بأمراض سرطانية في كل أنحاء العالم مش في مصر بس لكن كمان مصدر ألأ خطير للصحة العامة إزاي نعيش بشكل سليم نبعد عن العوامل المؤسرة لقدر الله الإصابة بالأورام المختلفة وإيه هو اللي مفروض نبعد عنه وإيه اللي مفروض نتابعه ما فيه شك طبعا يا هيبا وكلمة السر في سرطان الرئة هو التدخين ده قولا واحدا تسألت كتيرا حول هذا المرض إزاي نقدر بقى نكافح ظهوره من البداية هل المؤسسات العلمية العالمية قدرت أنها توصل لعلاج ليه هل فيه آليات للكشف المبكر عن هذا المرض هل فيه أعراض بتظهر مثلا فبنحتاج أن احنا نذهب ساعتها للطبيب ونكشف فيتم اكتشاف المرض في مراحل مبكرة فبالتالي نقدر نتعامل معاه ونقدر نعالجه كمان قبل ما يتطور في المستقبل أسئلة كتيرة طبعا وتفاصيل كتيرة جدا هيجاوبنا على هذه الدكتور أيمن سالم أستاذ صدر بكلية طب أصر العيني جمعة القاهرة المنوارنا صباح الخير عليك يا دكتور صباح الخير أهلا بحضرتك وأهلا بالسادة المشاهدين أهلا بيك يا فندم تخصيص يوم عالمي لسرطان رأى أعتقد أنه حاجة مهمة جدا وما فيه شك أنه العالم كله لما يركز على حاجة زي دي للتوعية طبعا بمكافحته ده يؤكد أنه شيء بالغ الخطورة ويتأثير كبير جدا على صحة الإنسان وفي أغلب الأوقات كما سمعنا بيؤدي للوفاة الحقيقة لو ترك المرض للانتشار بيؤدي للوفاة وهو الحقيقة كمان مصنف نمرة واحد في أسباب الوفيات يعني ما بين السرطانات المختلفة في الجسم أصبح نمرة واحد حتى بيتفوق على سرطان الثادي في السيدات الإصابات في السيدات أكثر الإصابات نمرة واحد هي سرطان الثادي نمرة اثنين سرطان الرئة ولكن الوفيات حتى ما بين السيدات والرجال هي للسرطان الرئة لتأخر اكتشافه بيكتشف متأخر بالوقت اللي هو بيبتدي الأعراض فيه ويبتدي ندور فيه ما بين المرضى بتكون الحالة تقدمت شوية مش قادر أقول تقدمت قوي لأنه برضو لو تشخص بدري يمكن علاجه بصورة منتسة ده معنى أنه ما فيش أعراض بتظهر في البداية بيفضل شوية كامل كده خبيث يعني موجود لكن ما بيعلنش عن نفسه طيب إحنا يعني حضرتك بتقول السيدات السيدات مفروض أنهما بيقوموا بكشف دوري حفاظا على سلامتهم من سرطان السادي أو الكشف المبكر لكن سرطان الرئة ممكن إزاي إن إحنا نكشف مبكر إذا كان ما بين المدخنات والمدخنين يبقى ممكن نعمل الكشف المبكر عن طريق نوع من الأشعة المقطعية اللي هي قليلة الجرعة بنسميها لودوز أشعة مقطعية قليلة الجرعة دي بتحدد إذا كان فيه فرصة وجود تغيرات يشتبه أو نتوءات دقيقة يشتبه إن هي تكون حميدة أو خبيثة وإنت بيعها بيكون حجم صغير في الأول بتقدر الأشعات دي تكشفه إذا كانوا مدخنين أنا بنصح المدخنين أنهم يعملوا متابعة في المقام الأول لكن لو حد مش مدخن مفروض دي يكون من ضمن الكشف الدوري اللي يقوم بيه أي إنسان إذا كان ما بين المعرضين يعني فيه عندنا ريسك جروب أو مجموعة خطر أو أكثر عرضة لزهور مرض سرطان رئة اللي هم مين؟ المدخنين بنشوف حالات سرطان موجودة في أغلب 90% أو 85% على الأدق بتكون مدخنين المدخن هو الهدف بتاعنا مين كمان؟ التعرض المهني لتلوث البيئة وملوثات الهواء التعرض المهني زي التعرض لبعض أنواع المواد الشوائب أو الأقربة من صناعات مختلفة يعني نقول مثلا الأسبستوس الأرزيك اللي هو الزرنيخ الناس اللي بيتعاملوا مع المواد دي وكمان بعض المعادنة الثقيلة بعض أنواع الإشعاع والأشعاعات اللي موجودة في البيئة وتعرض المهني المناجم والمحاجر وغيرها وكمان بعض أمراض الرئة زي تلايو في الرئتين كل الأصحاب الأمراض اللي أنا قلتها أو التعرض اللي أنا قلت دول مع المدخنين ومرض تلايو في الرئة دول لازم يعملوا كشف دوري مبكر كل سنة على أساس أن إحنا نكتشف المرض في مراحلة الجولة بيكون الشفاء عالي جدا بالنسبة تصل إلى 100% دي خلينا نسأل عن سبب تلايو في الرئة سبب تلايو في الرئة في أسباب أمراض روماتيزمية أو أمراض مناعية وأمراض بيئية وكمان فيه بدون سبب واضح وأسباب أخرى كثيرة يعني نقدر نقول بعض مضاعفات الأدوية أو بعض أسار الأدوية بعض الأمراض الأخرى يعني أسباب كثيرة جدا وعديدة لكن برضو بطمن أن مش أغلب حالات التلاييف أبدا بتوصل إلى سرطان ده السؤال بقايا مكانت الأسباب للتلاييف في الرئة مش شرط يوصل لورا سرطان لا خالص وممكن حد يعيش حتى لو فيه جزء من الرئة متلاييف وبيعيش وبيتعايش مع عادي وفيه لوع علاجات فعالة مش قادر أقول أن يجحها 100% ولكنها فعالة فيه ضبط عدم تطور وانتشار المرض للتلاييف طيب دكتور أيمن هنرجع تاني للموضوع التدخين لأن فيه انتشار كده لأي مكانة الوسيلة اللي بدخم بيها لا دي أقل نيكوتين لا دي مش بتسيب نفس الأضرار لا دي أخف شوية ياريت نصحح كده المفاهيم في دماغ المدخين خليني أوضح لحضرتك والأستاذ المشاهدين هو أن التدخين كعادة بيجي بيؤثر ويعمل مجموعة من الأمراض لستة طويلة سلسلة طويلة جدا من الأمراض كومبو كده يعني دخلة كده تشكيلة كده مثلا السد الرقوية اللي هي ما حدش بيتكلم عنها كتير لكنها انسداد في سرايان الهواء وتهتك في نسيج الرقة ببساطة يعني وده بيعمل درجة من درجات فشل التنفسي يعني المريب مش قادر ياخد نفسه ولا يتحرك ولا يلبي الجهاز التنفسي كما لو كان في حاجة اسمها فشل كلاوي نسمع عنه الكلية لا تعمل كمان هنا بتبقى الرقتين وجهاز التنفسي سلسلة زي النوع من التصلب كده نوع من التضيق في سرايان الهواء في الشعب الهوائي ده بيبقى موجود مع مريض السرطان يعني سرطان الرئة عنده كومبو عنده ده وعنده ده وعنده تشكيلة كمان من الإصابات الشريانية سواء شرعين القلب أو شرعين الجسم كله مجموعة كده من الأمراض فإحنا بنحرس على كل دول نمنع التدخين ونقلل التدخين مش بس عشان سرطان الرئة لكن علشان مجموعة الأمراض المتتالية اللي هي بتأثر على quality of life أو جودة الحياة أو نوعية الحياة المريض بيبقى عايش ولكنه مش قادر يعني يؤدي مهامه المعيشية الحياتية التدخين مش يعني برضو عايزة رجع تاني مش سجارة وبس التدخين مش سجارة وبس احنا الحياة كان عندنا تقليديا تقليديا أربع أنواع سيجارة، شيشة، سيجار، بايب دول الأربع الكلاسيكيين اللي معروفين في كل مجموعة كانوا بقى كانوا تم إضافة ليهم التدخيل الإلكتروني اللي هي الفيب والتبغى المسخن اللي هو هيت التوباكو مش عايزين نقول ماركات يعني لكنه مشهور باسم واحدة من الماركات الشهيرة السيجارة ما بتتولعش بالنار لكنها أو الولعة أو السيجارة أو الولعة أو الكابريت ولكن بتتسخن زي هيتر كده أو مسخن يخلي التبغى يحصلوا نوع من التبخير أو نوع من السابليميشن يعني اللي هي يعني الاحتراق بتاع المدد بيعدي من الحالة الصلبة إلى الحالة الغازية ووشرة بدون الحالة السائلة يعني كل ده نفس الخطور كل ده كل دول عندنا ليهم أعراض وعندنا ليهم أمراض ونفس التشكيلة يعني حالك ما بتقولي لي مثلا مين أحسن فيهم مين أسوأ فيهم ما قدرش ما فيش حاجة أحسن قوي ولا أقل قوي كلهم عندنا ينتموا إلى إلى الألوان الغمئة يعني السجاير أسوأ ولا التدخين الإلكتروني ولا التبغى المسخن والله الثلاثة عندنا غمئين يعني كأنك بتسأليني مين أغمئ الكحلي ولا البني ولا محصلة بعض في آخر نفس التسير كلهم غمئين ما عنديش حاجة اسمها تدخين صحي خالص طيب دكتور بنشوف مثلا شباب صغير في السن لسه سبادئ يشرب سجاير مثلا بعد فترة أسهرة جدا يصاب بسرطان الرئة ويموت وفي المقابل ناس تانية ممكن يصل عمره لسبعين ثمانين سنة هو بيدخل منه صغير ومع ذلك ما عندهش مشاكل صحية طبعا المتشكل الحاجة ذكرت أن الوفيات بتحصل بين الشباب للتدخين الحقيقة كان فعلا في مقولة خاطئة منتشرة أن التدخين لسرطان الرئة أو سرطان عموما يصيب الكبار السن فقط ده مش صحيح بيظهر في الأعمار الصغيرة حتى في سن الثلاثين بيظهر كمان بيسمقوا قد ايه تدخين بعض الناس تدخن وتستمر فترة طويلة بدون ما تظهر عليها الأعراض لكن المرض بيبقى كامل ومستقر مش بالضرورة أن المرض يظهر فيبقى خبيث فورا ممكن يبقى موجود ومستقر قبل ما يظهر فيه العلامات الخبيثة وأحيانا بيكون سريع التطور يعني ممكن يبقى هادي في نمو الورم وممكن يبقى متطوع سريع التطور شارس في انتشار شارس في انتشار بس بنوبة الوطن دي لي يا دكتور لأن بعض الشباب الصغار يقولوا فلان الفلان قدامنا عاش 70-80 سراب يدخنوا ومات موتة طبيعية ملوش علاقة خالص بالتدخين فأقول عادي بقى أنا كمان ما نشرب سجاي طيب خلينا نقول برضو أن مش كل المدخنين طبعا بيصابوا بالسرطان يعني مش مية في المية مش قادر أقول كده لكن بيصابوا بالتشكيلة اللي أنا قلت لحرتك عليها دي يعني ممكن تظهر النتوءات لكن ما تتحولش إلى خبيث أمراض على الجسم كله المفاصل لكل الأطفال في سن المدرسة وتسألهم التدخين وحش ولا كويس يقول لك وحش طب بيعمل إيه يروح مسمع لك الليستة كلها يبتدي بقى في سن التين إيجر وسن المراهقة نسي الليستة كلها يبتدي بقى الضغط من الأقران اللي هو والضغط من حواليه ما تدخن ما لازم تدخن تب سجارة وبطلها وهكذا وبالذات الفترة الجديدة بيتم تسويق المنتجات الحديثة للتدخين زي الفيب وزي التبغ المسخن على أن ده التدخين بتاع الشباب مش بتاع الكبار يعني دول الكبار يدخنوا السجار لا ودخل فيه بقى جزء الشياكة وجزء عقل وتفتح وحاجات كتير الترند يعني الصيحة بتاعتهم يعني يعني لا ده حاجة قديمة ودي حاجة حديثة وكمان لما يطلع بقى البائعين والمروجين والتسويق يقول أنها سجاير صحية بدون أضرار وبدون توباكو لا فيها توباكو الفيب في بعض الناس بيقولوا ما فيهوش لا الحقيقة أنه هو محطوط فيه في نوع واحد بس ما فيهوش فيب وده ما بيستعملش خالص الفيب أنا بتكلم على الفيب اللي هو السائل اللي بيتم إضافة النيكوتين ليه طبعا النيكوتين مادة مدمنة إدمان سبب الإدمان وده اللي بيخلي الشباب يمسكوا فيها ويستكملوا عادة التدخين حتى التدخين المسخن طيب لقدر الله لو حد عنده أي مشكلة في الرئة أو حتى في الغشاء المبطل لها لأنه ممكن الورم السرطان يجي في الغشاء الخارجي المبطل للرئة إيه الأعراض اللي هيحس بيها وبالتالي صحيح حارتك ذكرت الغشاء البلوري المغلف للرئتين غشاء حنين قوي كده بيفصل ما بين الرئة كعضو التنفس اللي بيتحرك ويتمدد مع التنفس وما بين الضلوع والقفص الصدري الرئة ربنا حميها بغشاء خفيف الغشاء ده اسم الغشاء البلوري ويصب الأورام عايزة أقول برضو كمان إن أحد المواد اللي أنا ذكرتها بتسبب سرطان رئة وهي مادة الأسبستوس يعرفوها المتعاملين مع الطب الصناعي والمتعاملين مع الأمراض المهنية والتعرض البيئي دي بتعمل النوعين من السرطان سرطان الرئة وسرطان الغشاء البلوري أدى شديدة الشديدة السمية والسرطانة يعني الأعراض كنت بكلم عن الأعراض عن؟ الأعراض اللي هيحس بيه فبالتالي يتجه للطبيق خلينا نأكد لأنه حاجة مهمة إن هو مريض الكانسر أو سرطان الرئتين بيكون عنده كحة المدخن بيدخن وبيكح المدخن معتاد على وجود كحة يكحكح كل يوم الصبح شوية كده يطلع بعض البلغم ويبقى هو ده بالنسبة له العادة لأنه مدخن لأنه بيحس ويكون في بلغم ده بيكون هنا أعراض لمرض اسمه السدر أو هي أو الالتهاب المزمن في شعب الهوائي كده أو كده بيكون في كحة إيه اللي يخلينا ناخد بالنا إن الكحة دي تطورت يبقى الأعراض العراض الأول البدري اللي بنصح الناس يركزوا عليه هو ظهور كحة عند مريض ما عندوش كحة وتستمر اسبوعين كحة اسبوعين عند واحد ما بيكحش لا استشير طبيب فورا ربما تكون بداية مرض سرطان الرئيب طبعا أنا بتكلم مع المدخنين أو غير المدخنين برضو نفس الكلام لهم كحة تظهر وتستمر اسبوعين عند واحد ما بيكحش أو لو واحد بيكح زي كحة المدخنين تبتدي الكحة دي تشتد وتزداد وتعلق ما بتفصلش وتبقى موجودة أغلب الوقت يعني تزايد وتطور واستمرار الكحة برضو لمدة اسبوعين عند واحد مدخن عنده كحة تغيير في نمط الكحة بصورة واضحة وملحوظة أو ظهور كحة جديدة أو دم مثلا مصاحب الكحة أفادم ممكن يكون فيه دم مصاحب الكحة الحقيقة أن الدم دي علامة متأخرة طبعا فيه أعراض مع الدم وكل الأفلام بتظهر هذا الشيء أن المريض بيكح ويظهر دم ويتطلح بعد كده أنه عنده إما سل درا رئوي أو أنه عنده سرطان ودول علامة مهمة للتنين ولكن في الحالتين دول بتكون حالة متقدمة يعني المرض أو الورد مبتدأ يؤثر وينخر فيه الشرايين والأوردة طبعا مع ألام الصدر فيه جزء من ألام الصدر الألام ألام الصدر بأنواعها ودرجاتها مع ظهور دم في المصاق أو دم صافي لوحده بدون بلغم يعني دول علامات متأخرة طيب في بعض الأوقات بنشوف صورة كده ممتشرة على الإنترنت الرئة لونها أبيض ورئة تانية لونها أسود هل الكلام ده حقيقي؟ صحيح صحيح وهل الرئة لونها أسود ده نتيجة التدخين؟ صحيح فعلا طيب هل ده مؤشر على سرطان؟ ولا لا لا مؤشر على أن جرعة التدخين حلوة يعني كبير لو حدتك حتى لاحظت أنك السيجارة أمو فيلتر العادية بعد ما بتشرب سيجارة المدخن يشرب السيجارة شوف السيجارة العادية لونها أبيض وده لونها أصفر إلى بني يعني الفلتر نفسه لونه اتغير من سيجارة واحدة فلما بيتكرر ويتراكم ده بيكون طبعا نوع من أنواع الهباب التار هو التار على فكرة محتوى التار أو القار لما تشوف محتوى علبة السجان مكتوب عليها إيه؟ مكتوب عليها نيكوتين كم في المية؟ تار أو قار أو هباب محتوى اللي هو بيسفلته به الشارع الأسود ده يعني الأسفلت ده كله بيتركز في الرئة هذا موجود في تكوينه للسيجارة آه وبيتركز في الرئة بالتاني بيتركز في الرئة بعد كده زي ما بس بوضح لك أنه آه بيطلع لون الأسود ودي يعني بتقلل حيوية الرئة بشدة يعني الرئة بتكون أقل في أداءها وفي فعليتها ممكن لو بطل طيب تدخين ترجع تاني الرئة زي ما كانت؟ صحيح صحيح تنعكس أغلب أثار التدخين عند الإقلاع عن التدخين في درجة في فترة زمنية متفوتة ما بين ساعات إلى أسابيع تبتدي كل أثار التدخين تنعكس إلا حاجتين لو حصل تهتك في نسيج الرئة اللي هي السد الرئوية أو بنسميها انتفاخ الرئتين يعني الحويصات الهوائية اللي هي عاملة زي البلونة كده موجود منها الملايين بلونات صغيرة كده كل واحدة فيهم بأحجام دقيقة جدا إذا دول تهتكوا وابتدوا الجدار بتاعهم يتساقط ده مش بيزهر مش بيرجع تاني وده طبعا يعني يمكن يعيش بيه المريض لكن كمان في حاجة ما بترجعش لطبيعات التانية لو حصل تغيرات سرطانية دول التغيرين لو حدثوا ما قدرش أقول لهم بينعكسوا تاني لكن بقية التغيرات حتى على الشرايين حتى على تغذية الجسم إذا قلل من التدخين قلل بيتحسن قوي إذا امتنع بيتحسن إلى درجة تصل إلى 90% ويصل لو ما جلوش سرطان بعد الشرطان طبعا على الجميع بتبقى نسبة إصابته للسرطان ما بين غير المدخنين أو مدخن سابق بترجع أسجود أسديون بعد 9 سنين بعد 9-2 يرجع كما لو كان مدخنش أنا بتكلم على احتمالية الإصابة احتمال الرئة بتجدد نفسها تين مش الرئة إذا ما كانش يعني المدخن إذا امتنع النهاردة يفضل عنده فرصة ظهور السرطان لعدة سنوات تشوف تأسير الترخين التراكمي قد إيه عدة سنوات يمكن يظهر فيها العلاجات يا دكتور أيوة؟ العلاجات الخاصة بالسرطان العلاجات أحب أقول أولا أن التشريص المبكر علاجه يقترب إلى 100% شفاء إذا عملنا السكرينينج أو الكشف المبكر ما بين أصحاب المجموعة الخطر اللي هي المدخنين والأمراض المهنية والتعارض البيئي وبعض الأمراض الصدرية وبعض الفئات الأخرى إذا عملنا لهم واكتشفنا بدري الورم في حجم سنتيمتر واحد سنتيمتر ما قبل 3 سنتي يعني من 1 إلى 2.5 قريبا ده بتكون نسبة شفاء 100% الشفاء إزاي؟ الشفاء شفاء جراحي الورم ظهر هنا أو أستقص الورم بره جسم المريض شفاء كامل أي طبعا مع مرجعة الغدد الليمفوية وانتشار الجسم كله إذا كان محدود نسبة شفاء علي جدا بالتدخل الجراحي المبكر لكن حتى لو ظهرت بعض الأعراض وابتنت بعض الأورام ممكن برضو استقصال الورم إلى حجم 3 سنتيمتر دي بتبقى جراحات كاملة ولا ممكن بأشعة تدخلية مثلا؟ لا بتبقى جراحة تقليدية ولكنها بتبقى جراحة جراحة من نوعية معينة بيتم التأكيد فيها على مدى الانتشار في القدرة الليمفوية وغيره وده خط علاجي واحد لكنه هو الأفضل لو تم الاكتشاف مبكرا خطوط علاجية أخرى تقليدية وجديدة فيه حاجات جديدة كمان التقليدية والعلاجة بالأشعة والعلاج الكيميائي الوكيموثيرابي وريديوثيرابي دول معروفين وموجودين ولهم دول لكن حديثاً أصبح فيه عندنا حاجة اسمها العلاج المناعي أو العلاج البيولوجي أو أنواع من العلاجات اللي هي بنسميها حتى العلاج الموجه يعني هو موجه لجزئ معين في السرطان يؤثر عليه فيبتدي يؤثر على الورم داخلياً ويبتدي الورم ينكمش ويقل تقليصه أو تحجيم فنقدر نتدخل جراحياً لما الورم يكش ويقل إلى درجة بعيدة أو حتى ربما في بعض الحالات يختفي الورم أو ينكمش ويتقلص جداً ويبقى في حالة ساكنة يعني ما بيبقاش منتشر يعني أحياناً مش دايماً عشان كده لابد من اختيار المريض المناسب للتدخل بالنوعية دي كل شكراً لحضرتك دكتور أيمن ساني ونصدر بكلية طب أصل العيني جمعة القاهرة شرفتان ونورتان أهلاً بيكم دايماً